كلمة ختم هذه لها ثلاث طرق في الأداء طريقة واحدة مستقيمة وطريقتان خاطئتان هكذا ختما 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 طبعا الطريقة الصحيحة هي الطريقة الأولى الطريقة الأولى بوضع النبر على حركة الخاء هكذا خاتما خاتما الله هكذا وليست خاتما الله وليست خاتما الله هكذا إذن النبر فيها على حركة الخاء على النبر فيها على حركة العين ستنطق على ولا تنطق على إذن أنا ما أريد ملاحظة أننا كل كلمة ننطقها بأكثر من أداء يعني على الأقل أداءين ولكن لا بد أن يكون أداء منهم صحيحا وباقي الأداءات منحرفة إذن هي على وليست على قلوبهم هكذا النبر فيه على حركة النام وعلى حركة الباء لمن تجهل النبر الذي على حركة الباء الأداء المستقيم هكذا قلوبهم نجد البعض ينبر على حركة الهاء بدلا منها فيقول قلوبهم بدلا من قلوبهم قلوبهم فصلنا الدمير المتصل كذلك وعلى أن نبر فيه على حركة العين على حركة العين فتمتق لها ثلاث طرق في الأداء طريقة صحيحة وطريقتان خاطئتان مع أن التشكيل صحيح والتجويد صحيح هي وعلى لمست وعلى عارفين الوعل إيه هو؟ الوعل تيس الجبل الوعل إذا فتحت إحداكم المعجم ستجد وعلى الوعل تيس الجبل بالإضافة إلى أنها جعلت الواوزة إدعالة فعلا ماضيا وعلى الوعل تيس الجبل يقول الشار كما طحن صخرة يوما ليوهمها فلم يبرها وأوها قرنه الوعل الوعل هو تيس الجبل إذن هي وعلى وليست وعلى وليست وعلى فلا فرق في الأداء طريقة صحيحة وطريقتان خاطئتان كذلك فأدصارهم الأداء المستقيم بالنبر على حركة الصاد وعلى حركة الراء طيب البعض ينبر على حركة الهاء بدلا من الراء فيقول أدصارهم أدصارهم هي أدصارهم وليست أدصارهم كذلك غشاوة الأداء المستقيم بالنبر على حركة الشين فالبعض يبقل النبر ويضعه على حركة على حركة التاء فينطقها هكذا غشاوة هي غشاوة وليست غشاوة كذلك ولهم ولها ثلاث طرق في الاداء طريقة صحيحة وطريقتان خافئتان ولهم 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 اذا هي ولهم وليست ولهم وليست ولهم هناك ثلاث طرق وللاء نعم هناك طيب تختلف الطرق وللاء نعم تختلف وتؤدي الى فساد في المعنى بعض الطرق وللاء نعم تؤدي اذا النضر في اللغة العربية موجود شئنا ام ابينا ولا ينكره الا يعني من لا يرى اذا هي ولهم عذاب وليست ولهم عذاب وليست ولهم عذاب لان على هذا الاداء اصبحوا ضموا العذاب طبعا قلمة عظيم النضر فيه على حركة الضاء لكن انتقال النضر لا يؤدي الى فساد يعني لا نستطيع ان ننقل النضر منها لا نستطيع ان ننطقها بمطق اخر هذه اية واحدة وقد رأيتن كم كلمة النضر في غير موضعه اما ان يؤدي الى فساد في المعنى او الى فصل لبعض الحروف او الى اخلال بفصاحة الاداء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة